أعلنت الحكومة أنها ستقوم بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بشركات إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور لنقاد الخامس والأخير يأتي ذلك اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية أعلنت الحكومة أنها ستقوم بأحالة مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس والأخير الأمر الذي أشاد به عدد من السياسيين والاقتصاديين الذين أكدوا على أهمية هذا القانون في تعزيز جهود الدولة في مكافحة الفساد يهدف المشروع إلى تفعيل مدونات السلوك في القطاع العام والخاص للارتقاء بالشركات حتى تحصل على لقب شركة متميزة ويتضمن القانون عدداً من الامتيازات والتسهيلات المخصصة للشركات التي تحصل على هذا المستوى من الشفافية والنزاهة وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على مجال الأعمال فضلاً عن رفع مؤشرات النزاهة والشفافية داخل الدولة ووفقاً لمصادر برلمانية فإن مشروع القانون يهدف لإنشاء لجنة دائمة تابعة لهيئة الاستثمار لتعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص من خلال مراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولاً لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها كما ينص مشروع القانون إلى وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التي تتعامل معها الدولة المصرية ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية رفعت شعار مكافحة الفساد وتبنى الرئيس استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد عام 2014 ليأتي إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في المجتمع وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة متسقتان مع نص المادة 218 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية